سألت فاطمة أباها ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء رجال ونسوان ما كفر الله اللي يتهاون يوم يصير يصلي يوم ما يصير ما يصلي صلاة يوم اللي عنده حاجة يوم اللي ما عنده حاجة ما عنده شغل بالصلاة قال النبي يا فاطمة من تهاون بصلاته ابتلاه الله بخمس عشرة خصلة الله يبليه بخمس عش خصلة ست منها في دار الدنيا وثلاث عند موته وثلاث في قبره اطنعشر وثلاث يوم القيامة الله يبتليه فأما التي تصيبه في دار الدنيا فالأولى يرفع الله البركة من عمره يعيش بس ماكو بركة في عمره اكو واحد يعيش فترة قصيرة من الزمن بس بركة حياته واية فاطمة الزارة عاشت اثمانتعشر سنة لكن بركة حياته الامام الحسين ثمان وخمسين سنة بركة حياته بركة قتله بركة شهادته صلاته يرفع الله البركة من عمره ويرفع البركة من رزقه ويمحو سيماء الصالحين من وجهه وجه ممال واحد مصلي وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه ولا يرفع دعاؤه الى السماء تدعو الله ما يستجيب اليك عم يصلح امرك الصلاة صلى بين العبد وبين الرب تقطع الصلى بعد ما يبقى شي تليفون ليتصل بيك واحد اقطعت الخط بعد ما تقدر تقول للشي ويقول لك شي قطعت صلاة من الصلى وليس له حظ في دعاء الصالحين يا ابو نسألكم الدعاء دعاء الصالحين ما يشمله هذه بالدنيه وأما اللواتي تصيبه عند موته أنه يموت ذليلاً هسا يمكن قاعد لك على كرسي درجة اولى ويموت بس في داخل ذليل وأما هذه وحدة يموت جائعاً يموت عطشاناً فلو سقي انهار الدنيا لم يروع عطش تسوي والله ما تسوي وأما التي تصيبه في قبره أولهن يوكل به ملك يزعجه في قبره شمسنا نحن في القبره ما أتي بيتنا الأساسي هناك لو فرد واحد بس يعصرك يزعجه في قبره ثنين يضيق عليه قبره ما يتوسع ثلاثة تكون الظلمة في قبره سجن انفرادي مليون عام ظلام وأما التي تصيبه يوم القيامة فأولهن أن يوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق تنظر إليه الله جبار جبار متكبر اللي يقطع عنه يعرف شي يسوي به لتقول هذا تعذيب طبعاً تعذيب الله شكراً يتكلم في القرآن عن العذاب في مقابلة طبعاً جنة صير خوش آدمي قاله والمعايدة جدخ الفرد مكتبة شافه وأي كتب بها طالح تحسر ليش ما يقدر يقراها وما قاريها قال أنا أدري هاي الكتب شا تقول كلها تقول يا آدمي صير خوش آدمي فعلاً وصل للنتيجة الحقيقية يا آدمي صير خوش آدمي فأولهن أن يوكل الله به ملكاً يسحبه على وجهه والخلائق تنظر إليه والثاني يحاسب حساباً شديداً وحساباً يسيراً من نصبه الله للحساب فضحه زين قد تام الناس كل فضائح حق تطلع والثالث لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم ترجمة نانسي قنقر